مرحبا حبائي بقلبي كيفكن؟ بتمنى تكونوا بخير اليوم بدي علمكن كيف بتعملوا قطيب خبز بريوش او خبز هامبرجر بطريقة كتير سهلة وبسيطة وتفضلوا معي عن مكونات بعتاز لكوب حليب دافي 250 ميلي و بدي معلقة كبيرة خميرة فورية و بدي معلقتين كبار من السكر بحرقهم مع بعضهم منيح و بعدين بغطيهم بتركوا لمدة عشر دقايق بلشت الخميرة بالتفاعل في عندي هون بيضة هلأ بحركها و بدي بلش انزل بالطحين بالتدريج بدي ثلاثة اكواب بطحين يعني 750 ميلي نزلت بأول كوب و هلأ عم منزل بالكوب التاني متل ما اكون شايفين بحرك شوي شوي وبنزل بالطحين هذا الكوب التالت بنزل فيه شوي شوي طبعا ممكن تفرق كمية اللطحين على حسب نوع اللطحين اللي انتو عم تستخدموه بس تقريبا الكمية 750 ميلي ثلاثة اكواب هذا الكوب المعياري 250 ميلي هلأ هون نزلت بثلاثة معالي اكبار زيت نباتي كمان بحرك لازم اعجن منيح العجينة والحليب وقت اللي انا نزلته كان بدرجة حرارة 37 لازم يكون الحليب دافي لازم نعجن العجينة كتير منيح هلأ هون بدي ادعك العجينة وفي عندي زبدة حيوانية بدرجة حرارة الغرفة اخدت معلقة كبيرة هون بدي ادعك العجينة لمدة 10 دقايق وبزيد بقية كمية 30 مثل ما انها 3 اكواب هون في عندي ملح بدي نصف معلقة صغيرة ملح هلأ بحطي شوية زيت نباتي بهذا الوعاء وبدي غطي على العجينة واتركها لمدة ساعة بعد ما تخمرت عندي العجينة لمدة ساعة شوفوا ما شاء الله ما أحلاها هلأ بدي قطع العجينة كل قطعة 75 جرام تقريبا وفيكن قطعوا القياس لانتو بدكن يا هاي العجينة بتطلع معكن تقريبا 10 قطع شايفين محلها هلأ هلأ بس بدي يكور العجينة بعد ما قطعت وبيدي يصف هون على صينية محتط لها ورقة زبدة وإنه ومحتاط يكون مسافة بين كل قطع اطع عجين أنا حطيت هنا 9 قطع وفي قطع خليت على جنب شايفين كيف المسافة هلأ بغطيهم خليني ارتاحه لمدة ربع ساعة في عندي هون بيضة بدي حركها وبدي حط رشة فانيليا وبدي حط معلقة كبيرة من الحليب اللي عنده حساسية البيض فيه يستغني عن البيض ويحط بس زبدة سائلة دوبوا شوية زبدة بالميكرويف وحطوها ودهنوا فيها العجين هون حطيت رشة سمسم فيكن تحطوا كمان حبة البركة هلأ بدي دخل العجين على الفرن محمى على درجة حرارة 54 بدي خمرهم لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 54 الفرن مشغل من فوق ومن تحت هلأ بطلعون شايفين شون اختمروا عندي هلأ بدي قوي درجة حرارة الفرن لـ 200 درجة وفي عندي كاسة بتتحمل حرارة حاطت فيها مي بس يحمى عندي الفرن منيح بدي دخل الخبز وبحطو بالرف اللي تحت المتوسط بيعكلو تقريبا 14 دقية وإذا في عنكن ميزان حرارة بتوصل درجة حرارة الخبز تقريبا لـ 94 درجة وهيك بيكون صار الخبز خالص شوفوا هاللون الحلو تقريبا بين 13 لـ 15 دقية في عندي هون زبدة دوبتة بالميكرويف شايفين حبايب هلأ بدي ادهان الخبزات بالزبدة الزبدة بتعطي تراوي وبتعطي طعم كتير طيب بعدين بحط الخبز على شبك لحتى يبردوا وبس يبردوا كتير منيح بعدين فيكن تحطوهم بكيس نايلو حتى يضلوا طرايا وريته ألف صح وهنا على ألبكن جميعا